بعد ساعة من التشغيل ولان المروحة مش شغالة ادنا درجة 07 سبعة درجات فوق الصفر مع ان الشبكة سخنة والفريون موجود طبعا احنا عارفين المروحة من الفيديو السابق انها مش شغالة طب انا هختبر ازاي وهعرف العطلة ايه غير المروحة يعني هقول لكم كل الحكاية هتعملها معاك الكلم بميتر كلم بدي الكماشة دي هتجيب على الانبير شغال على الانبير تخش على مدخل الكهرباء الرئيسي اللي في الكارتة لونه بني غالبا الانبير واحد واحد من عشرة واحد من عشرة الانبير ده بتاع ايه يا جماعة بتاع الكباسة الان هو شغال فانا كل اللي هعملو هشد الفيشة دي وانتظر بس تلاتين ثانية واحطها تاني بعد المرور تلاتين ثانية هحط الفيشة دي في الكهرباء وعيني على الكلام بميتر وأزني اسمع الكارتة بالتكتك بتقول ايه الكارتة المفروض انها اول حاجة بتعمل صفارة التشغيل بعد كافية تكة للسخنات او للكمبروسر مباشرة المفروض بعد ساعة من التشغيل المفروض ان الكارتة هتخش للسخنات هتسمع تكة وتلاقي السخان اشتغل سحب معاك امبير هنا رغم ان المطور متوقف يبقى كده ان شاء الله كل حاجة شغلة معادة المروحة هنغير المروحة وخلاص يلا بنا نحط الفيشة بسم الله ونسمع التك كده دخلت على طول على كمبروسر بص كمبروسر شحب 10 امبير وفصل لانه كان لسه طافي من 30 ثانية ده معناته يا جماعة معناته ان شايفين السنسور ده اللي في ايدي سنسور الشعور بالتلج اللي هو الفيشة انهين الفيشة الزرقة الفيشة الزرقة اللي هو مكتوب عليها مكتوب عليها ايه من تحت مكتوب عليها سنسور واحد كل اللي هعمله وانا بغير المروحة هغير السنسور ده بمجرد ما غير السنسور ده هتشتغل معايا نظامي من جديد باذن الله واللي عايز برضو يشوف كيفية تغيير السنسور وكيفية تغيير المروحة تقدر تدخل في رابط في الوصف تعرف منه التفاصيل ده كلها هنعملها في فيديو سابق لديف ريزر سبع دراج اما هذا فهو اربع دراج مش ضروري بقى ان انا اسور نفس العمل من جديد اه اسأل الله العظيم رب العرش عظيما يبارك فيكم وان يجعل هذا العمل في مزان حسنات ابوي وامي وان يغفر لهم ويرحمهم كما ربيان صغيرة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغترك واتوبوا ليك محدش ينسى اللايك والسبسكريب والشير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر